اشتركوا في القناة ويكون الولد زكي جدا ويقرر المدرسين انهم يحطوه في فصل المتفوقين واللي بيكون نفس فصل البنت وبتجي البنت للأوضة واللي بتكون المدرسة كانت عاوزها الساعة 9 لكنها تأخرت عن المعاد وبتزعى لها المدرسة وبتسمع البنت المدرسين وهم بيتكلموا عن زكاء الولد الجديد وانه هيكون معاها في نفس الفصل فبتتبسط وبيخرج الولد وبتخرج البنت بعدها وبنعرف ان اسمها تاليو ولما بتخرج بتلاقي الولد واقف عند الشجرة وبتروح تتكلم معاه وبتطلب منه ياخد القطة يربيها لانها مش هتقدر تحتفظ بيها لان مفيش حد فاضي ياخد باله منها في البيت عندها وبتدهله لانها مش عاوز تسيبها كده في الشارع وبيوافق انه ياخدها وبيمشي وبعدها بتروح لمطعم باباها وبيكون الولد عجبها فبتكرر انها تكتب له جواب تعرفه فيه على نفسها وتدهوله لما الدراسة تبدأ وبتكون البنت اعجبت بيه وبتكتب له وبتحكيله عن نفسها وعن باباها ومطعمه وانها اعجبت بيه جدا وحبته وبتكون مبسوطة كل ما بتفكر فيه وانه هيكون معها في الفصل كمان وبعد كم يوم بيكون بداية السنة الدراسية وبتروح المدرسة وبيعرف اللي معها في الفصل ان فيه طالب جديد جاي وبعد شوية بيجي المدرسين ومعهم الولد وبيدخله الفصل وبيعرفوه على الطلبة انه الطالب الجديد واسمه تين وبيخلوا كل طالب في الفصل يقوم ويعرف نفسه لتين وبعدها بيطلب منه المدرس يقعد في المكان الفاضي وبيكون جنب تاليو وفي البريك بتقعد تاليو مع صحابه وبيقولوا عليه انه هو تينك ولكنها بتدفع عنه وبتقول انه طيب وبتقولهم انهم اتكلموا قبل كده وديته قطة فبيتراهنوا انها تثبت لهم فبتروح تسأله على القطة ولكنه بيعمل نفسه مش فكرها وما كلمهاش قبل كده وبيسيبها ويمشي وبتطلع وراه وبتسأله عليها فبيقولها تبعد عنه وبيمشي وبتزعل انه مهتمش بالقطة وبتطلع تدور عليها عند الشجرة يمكن رجع التاني وبيجي صاحبها كينجي يروحها البيت وتاني يوم بتروح بدري للمدرسة تدور عليها تاني فبيروح لها تين وبيقولها ان القطة بخير وما تقلقش وبيكونها يمشي فبتنادي عليه وبتدي له الجوابات اللي كانت كاتبها له قبل الدراسة وبعد شوية بيجي لها كينجي وبيشدها بسرعة وبتلاقي ان تين علق الجوابات في طرقة المدرسة وكل الناس قريتها وبتعود تعيط فبيشيلهم بسرعة كينج وبيقطعهم وبيقول لها ما تعيطش وبيستحلف لتين لانه زعل تاليو وبعدها بيروحوا على فصلهم وبيكون محدش طيقه وبيدخل المدرس وبيطلب انه كل واحد يقعد في مكانه وبعد الحصة بينزله بريك وبتكون باقي المدرسة بتتنمر على تاليو لما بيشوفوها واصحابها بيحاولوا يدفوا عنها وبعد المدرسة بياخدها اصحابها وبيروحوا مطعم باباها وبيكونوا جنبها علشان ما تفتكرش اللي حصل وتتدايق وبيحضر الاب وكينج الاكل وبيعود الولاد ياكله والاب بيكون مبسوط بصحبيتهم وبيعود يحكي لهم عن صاحبه الوحيد اللي قبله زمان وكانوا عز صحابه هو بيتكلم بتنفجر انبوبة البتجاز وبينفجر المحل وبتيجي المطافي علشان تطفي الحريق وبتيجي الاخبار والصحف علشان تغطي اللي حصل في المكان وتاني يوم بتروح تاليو المدرسة وبتدخل للفصل وبيكون فاضي وبتقعد من دايقة من اللي حصل لها هي وباباها وبيدخل المدرس وبيشوفها من دايقة وبيعود معاها يتكلم ويواسيها عن اللي حصل وبعدها بيخرج وبتخرج وراء تاليو وبيكون لسه الطلاب بيبصلها باستغراب وبيتكلموا عليها وبيجيوا صحابها وبيمشوا معاها وبيزعقوا لأي حد بيبصلها بطريقة دايقها وبالليل بتروح لباباها وبيقول لها انهم هيروحوا لعمتها يعودوا معاها وان الجيران ادلهم لبس بدل لبسهم اللي اتحرق وهيقعدوا عند عمتها لحد ما يقدروا يصلحوا المطعم والبيت وتاني يوم بيجي صاحبها كينج وبياخدها للمدرسة وبتدخل تالي والفصل بتلاقي على الديسك بتاعها كتب جديدة بدل كتابها اللي اتحرق وبيكون تين طالع من الفصل فبتعرف ان هو اللي جابهم ليها وبعدها بتروح تسقي الزرع في المدرسة وبيكون موجود في المكان بالصدفة فبتشكروا على الكتب اللي جابها لها وبيسألها يا قعدة فين دلوقتي بعد ما البيت اتحرق فبتقولوا انها عند عمتها فبيهز رأسه وبيمشي وبعد ما بترجع البيت بتكون بتتغدى مع ابوها وعمتها وبيجي حد ينادي على ابوها وبيطلع صاحبه القديم وبيحضنه بعض وبيكون جاله علشان يساعده وبيجيب له مكان يعوده فيه فبيسيب الاب بيت اخته وبيروح معاه وبيودعه اخته وبياخدهم صاحب الاب بيبيته وبيكون كبير جدا وفخ وبياخد الاب بصاحبه وبيدخله وبتدخل تاليو من باب تاني لوحدها ولما بتدخل بتلاقي القط اللي كان على الشجرة في المدرسة موجود في البيت وبيجي تاني ويقف وراها وبتتخض اول ما بتشوفه تاليو وبتسأله ايه اللي جابه هنا وبعدها بتيجي مامته وتسلم عليها وبتقول لها انها وحشتها وبتطلم من تاني انه ينادي على ابوه وابو تاليو علشان ياكله فبتفهم تاليو انه ابن صاحب باباها وبعدها بيعودوا ياكلوا كلهم سوا وبيفكرها صاحب باباها انها كانت صديق التاني المقربة وهم صغيرين وكانوا بيعملوا كل حاجة سوا وبعدها مامته بتدخلها القوضة اللي هتنام فيها واللي هتكون قوضتها وبتكون مرتباء لها كل حاجة هي تحتاجها وبتكون الام مبسوطة جدا انها شافت تاليو ورجع وتلم شاملهم تاني وبعدها بتسيبها تنام وتخرج من القوضة وبتكون تاليو فرحانة جدا انها تعيش مع التاني في نفس البيت ومتحمسة جدا وتاني يوم بتصحى وبتروح تفطر وبيكون اخو تاني الصغير بيفطر هو كمان ومش حابب بوجود تاليو معهم في البيت وبيعملها وحش جدا واول ما بتعود علشان تفطر معاه بيبصلها بقرف وبيسيبها ويمشي وبيجي التاني ياخد سندوتش ويمشي فبتقول له مامته ياخد تاليو مع المدرسة ولكنه ما بيكونش عاوز فبتقول لها تاليو انها تروح لوحدها ولكن مامته بتكبير ويعود يخلص فطاره وياخد معاه تاليو بالعافية وبعد ما بيفطروا بيخليها تركب وراها على العجلة وبيروحوا سوا للمدرسة وبينزلها قبل المدرسة بشوية وبينبه عليها انها ما تقولش الحد انهم جم سوا وبيسيبها وبيسبق بالعجلة واول ما بتدخل تاليو المدرسة كنجي بينادى عليها وبيسألها هي نقلت فين لانه رحلها عند عامتها ملقيهاش وعمتها قالت له انها تنقلت بيت تاني فبتقوله انها تنقلت لبيت صاحب باباها وبيسألها على مكانه لكنها بتقوله انه بعيد وما بتقولش هو فين وبيجي بقى صحابها وبيسأله على مكان البيت الجديد ولكنها بتقولهم انها مش هتقول مكانه وبتسيبهم وتمشي وفي الفصل بيقولهم المدرس انه اختار حد يمسل فصلهم في المسابقة وان الشخص ده هو تن فبتتحمس تاليو وبتقوله انها هتيجي المسابقة علشان تشجعه وتاني يوم بتصحى تاليو وبتقعد على الفطار مع الأخ الصغير وبيسألها لو هتروح تشجع أخوه فبتقوله إنها أكيد هتروح وبيقول لها إنه من المدرسة اللي هتنفسهم وهيكون مع الفريق التاني وبيضحك عليها وبيقول لها إن أخوها ينافس حبيبته وإنها حلوة جدا وطويلة فبتتدايق تالي وبتروح المدرسة زعلانة إنه طلع عنده حبيبة وبتقابل تين برا على الباب وبيطلب منها تركب وراه علشان ما تتأخرش على المدرسة لو راح تماشي وتاني يوم بتكون المسابقة وبتروح تالي وصحابها علشان يشجعوا تين وبيعملوا دوشة كبيرة أول ما بيدخل وبيشجعوا وبيكون تين مكسوف منهم جدا ومن اللي هم بيعملوا ده وبتدخل في الجولة التانية البنت اللي قعد أخوه يوصفها وقال إنها حبيبة أخوه وبتتدايق أول ما بتشوفها لأنها جميلة وزكية ومش هتعرف تنفسها أبدا وتلفت نظر تين وتخليه حبها وفي المسابقة بتفوز البنت وبياخد تين المركز التاني وتكسبوا وبتشوفهم تالي ووقفين مع بعض وبتفتكر إنهم مع بعض بجد وبتدايق وبتمشي ولكنهم بيكونوا ما يعرفوش بعض ولسه بتعرفوا بعد ما سابها تكسب المسابقة وبيرجع التين المدرسة وبياخدوا مدرسه للفصل وبيكونوا صحابه عاملين احتفال لي ولكن تالي وبتكون لسه متدايقة من اللي شافته وبعد المدرسة بيقول لها كينج إنه هيوصلها علشان يعرف مكان بيتها الجديد لكنها بتقولوا إنها عاوزة تكون لوحدها وما فيش داعي يوصلها وبتسيبوا تمشي وبتطلب منه وما يجيش وراها وبترجع البيت وبتلاقي باباها وأبو تين وأمه بيعملوا أكل كتير علشان يحتفلوا بفوس تين في المسابقة وبتطلب الأم من تاليو إنها تساعدهم وتحط الاطباق على الصفرة لحد ما يخلصوا تحضير باقي الأكل وبالليل بتقعد تاليو في قضتها وبتفضل تفكر إزاي تنتصر على البنت دي وتكسب حب تين وإنها ما تستسلمش لتاليو وتخليه وعفو حبها وبتجيب كتب وتعطي الزاكرة علشان تكون زكية وتقدر تغلب حبيبته الزكية والجميلة في نفس الوقت وتاني يوم بتيجي الأم تصحيها بعد ما نامت على مكتبها من التعب طول الليل وبتقول لها تجهز علشان يروحوا يشتروا لها لبس جديد بدل اللي تحرق في البيت وبتطبس التاليو جدا وبتجهز بسرعة وبتروح معها المول وبيشتروا لبس وجزم وفستين كتير وبتطلب تاليو من الأم إنها توفر شوية من ثمن الهدوم وتخليها تروح تاخد دروس علشان تكون زكية زي تن لكن الأم بترفض وبتقول لها هي هتتصرف موضوع الدروس ده ولما بيرجعوا البيت بتطلب الأم من تن إنه يزاكر لتاليو ساعة في اليوم علشان مستوها يتحسن وبيتدايق تن لما بيسمع طلبها وما بيكونش عاوز يعمل كده ولكن الأم بتكبره وكمان بتحكم عليه ياخد تاليو يعشيها برة وهي لبسة الفستان الجديد اللي الأم اخترته لها وبيكون تن متدايق جدا وبعدها بتاخدها الأم وتجهزها علشان تخرج مع تن للعشا وبتقول لها تاليو إنها مش عاوز تدايق تن أكتر من كده لكن الأم بتصمم يخرجه سوا وبتوقع تتكلم مع الأم وبتحكي لها الأم ذكرياتها مع أمها لما كانت عايشة وبتقول لها إنهم كانوا صحاب مقربين وتجوزوا في نفس الوقت وكمان حملوا في نفس الوقت وهم اللي اتنين خلفوا في نفس اليوم وإنهم كبروا وتربوا سوا ولكن جه شغل برا لأبو تن ورفض أبوها يروح معاه لإن مامتها كانت تعبت وقعد معاها علشان ياخد باله منها وفضلت أم تن معاهم وتاخد بالها منهم هم اللي اتنين وفي يوم كانت بتلعب هي وتن وزقها ووقعت وغم عليها ومن ساعتها مش فاكرة خالص وبعدها بتفرجها الأم على صورها وهي صغيرة هي وتن وبعدها بيجي تن لقضتها علشان يعدي يذكر معاها رياضيات وبيعدي يعلمها علشان تكون أسكى وبيفضله كده كل يوم يعدي يذكر ليها ويعلمها تحسب بسرعة وبيكون الموضوع صعب ومرهق لهم هم اللي اتنين وهم قاعدين بيتعبتين وبينام على التربيزة ولما بيصحب يكون مصدع جدا وبتشوفه تاليو وبتحس إنه سخن وبتحاول تديله دواء لكنه بيرفض وبتحاول تدهله بالعافية وبتقى على رجلها وهي بتحاول تديله الدواء وتاني يوم بتكون رايحة المدرسة وبيشوفها على الباب وهي رجلها وجعاها مكان الوقعة وبيعرض عليها يوصلها ولكن بيخليها تركب قدامه لأنها مش هتقدر تقف وراء علشان رجلها وبيروحوا المدرسة وبيكون عندهم امتحان رياضيات والمدرس بيخليهم يستعدوا وبيحاول تن بحاجة تخليه مداري علشان محدش يغش منه أو يسأله على حاجة لأنه أسكى واحد في الفصل وبعد شوية صغيرين من توزيع الورق بيقوم تن وبيسلم ورقته بعد ما بيكون خلص حل بسرعة جدا وبيستغرب باقي الطلبة ازاي اللي حيخلص بالسرعة دي وبعد المدرسة بتخرج تاليو وبتروح تركب علشان ما بتكونش قادرة تمشي وبتروح البيت ماشي وبيخرج وراها صحابها من غير ما تحس بيهم علشان يعرفوا هي نقلت فين ويعرفوا مكان بيتها الجديد وبيركبوا وبيروحوا وراها بسرعة وبيقفوا برا البيت وبيجي تن وهم واقفين وبيسألوا إذا دا بيته هو كمان أو لا وما بيرضاش يجاوب ولكن بيجي أبو تاليو وبيرحب بالأولاد وبيعرفوا إنهم سكنين مع بعض في نفس البيت وبيدخلوا وبيعمل لهم الأب أكل وبيغير كينج إن التين عايش معاها في نفس المكان وبيكون متداق جدا من معاملته ليها وبيتعم التين إن يتعامل معاها كويس قدامه علشان يغيزه وبيتداق كينجي وبيتكرر إنه يمشي وبيقول له صحابه إنه مش هيستسلم وهيفضل يحارب لحد ما يخلي تاليو تحبه زي ما بيحبها وبيسيبهم وبيمشي وتاني يوم في المدرسة بيكون عندهم امتحان تاني وبعد الامتحان بيقعد كينجي مع صحابه وبيحاولوا يوسوه على اللي حصل مبارح في بيت تين وبيتكلموا معاه وبعدها بتطلع تاليو وبيكون مستنيها وبيقفوا يتكلموا ولكنها بتشوف تين واقف مع البنت التانية وبتتداق وما بتكونش مركزة في كلام كينجي خالص ومركزة معاهم فبياخد كينجي باله وبعدها بياخدها يوصلها للبيت وفي الطريق بيسألها اذا بتحب تين فبتقوله انها بتحبه وبتواصي ما يعرفش اي حد فبيعيدها انه مش هيقول لحد وبيكمل طريقه للبيت وبعد ما بيوصلها بيتكرر انه يعترف لها بحبه وانه هو اللي بيحبها ومش لازم انها تبزي المجهود علشان تعجب تين لانه هو بيحبها زي ما هي وبيسيبها ويمشي وبتعود تاليو في البيت تفكر في الكلام اللي قاله لها وبيكون في الوقت ده تين لسه مع البنت التانية اللي اسمها كيم وبيقض وقت حلو سوا وتاني يوم في المدرسة بتظهر نتائج الامتحان وبتنجح تاليو وبتشكر تين على مجهوده معاها وبتكون مبسوطة وبتكون نتيجتها هي وتين كويسة لكن بقى اصحابهم بتكون نتيجتهم وحشة وبتكون المديرة هتعاقب المدرس المسؤول عنهم وهتنقله فصل تاني وهم بيكونوا بيحبوه فبيسألها اصحابها ازاي عرفت تجيب درجة حلوة فبتقولهم ان تين كان بيزاكر معاها وبتعرف خبر ان المدرس هيتنقل فبتقولهم انها تقترح على تين يزاكر لهم هما كمان ويمتحنوا تاني ويجيبوا درجات اعلى فالمدرس يفضل معاهم وبيروحولوا وبتفضل تتحيل عليه علشان يساعدهم وإلا المدرس هيسيبهم ويمشي وممكن كمان يترفت ولكنه بيرفض ان يساعدهم فبتهددوا تاليو بصوره وهو صغير اللي ممطدت هالها وبتقولوا لو مساعدهمش هتعلق الصور دي في المدرسة وتفضحه وسط الطلبة وبيسيبها ويمشي وبتكون بعدها بتسق الزرع فبيروح لها وبيكون عايز ياخد منها الصورة بالعافية وبيعودوا يتخنقوا وبالليل بيقعد مع اخوه بيتفقوا يروحوا يلعبوا سلة تاني يوم وتاني يوم بيكونوا نازلين علشان يلعبوا بيتفاجئ ان كل الفصل عنده في البيت ومستنينوا علشان ينزل يذاكر لهم وبتكبروا امه ان يقعد يذاكر لهم الاول وبعدين يروح يلعب مع اخوه براحته وبيضطر يوافق وبيعود يذاكر لهم وبيكون متعصب منهم جدا وبتعصب اكتر لما بيسألهم ومش بيعرفوا يجوبوا وبيعاقبهم وبيفضل كده معاهم طول اليوم وما بيخلصش غير بالليل وبيدخل قطه تعبان وبيعود اخوه يعمل له مساج علشان يرتاح وبيتكلم معاه وبالليل بعد ما بتنام تاليه بيدخل قطتها بالراحة وهي نيمة وبيعود يدور على الصورة علشان ما تفضلش تزله ويبطل يذاكر لهم لكنها بتصحى فجأة وبتخضه وبتسأله بيدور على ايه وبيقول لها انه جعان وعايزها تعمله اكل وبتقوم فعلا وبتنزل المطبخ تعمله وهو بيكمل تدوير في القضة براحته لكنه برضو ما بيلاقيش حاجة وبتطلع تاليه فبيعدل القضة بسرعة وبياخد منها الاكل وبيرجع قطه وتاني يوم بيضطر ينزل يكمل لهم شرح وبيخلي اخوي ساعده كمان وبالليل بيدخل قضتها يدور تاني يمكن يلاقي الصورة المرة دي وبرضو بتصحى تاليه وبيقول لها نجعان تاني ولكن المرة دي بتاخده معها المطبخ وهي بتعمل الاكل وبعد ما بتخلص بيطلعوا الاوضة وبياكل وبيعودوا يتكلموا سوا وبعدها بيرجع قطه وبتكون هي فرحانة انهم قاعدوا تكلموا مع بعض وبتعود تفكر فيه وهو كمان بيكون بيفكر فيها وهو قاعد قدام الشباك في قطه وتاني يوم بيرجع يذكر لهم تاني وبعد ما بيخلص بيطلع يرتاح في قطه شوية وبيسمع موسيقى وبتدخل تاليه عليه وبتقوله يروح معها المول لكنه بيرفط وبيقول لها انه من حقه يرتاح بعيد عنها شوية وبيطلب منها تخرج وتسيبه فبتسيبه وتمجي وبتاخد ورقة كان حاططها على المكتب جنبه وهو بيستغل انها ماشيت من البيت وبيدخل قطتها يدور على الصورة تاني وبتدخل مامته وبتشوفه في قطتها وبيقول لها انها السبب لان هي اللي ادتها الصورة دي وخليتها تكبر ويزاكر للفصل كله وبيقول ل مامته انها لازم ترجع له الصورة دي وإلا مش هيحصل كويس وبيخرج من الاوضة وبيسيبها وبعدها بيمتحنوا الاولاد والنتيجة بتطلع وبيكونوا كلهم جايبين درجات حلوة وبيتبسطوا جدا وبتكون تاليه تعاودت على البيت الجديد وبقت مرتاحة فيه وبقت هي واخوتنا الصغية رصحاب وبيلعبوا مع بعض وبيكون كمان بتوصلوا لمدرسته وبيكون حكيلها عن البنت اللي معجب بيها وبتعود تقترح عليه افكار علشان يفاجئها ويلفت انتباهها وتهتم بيه وبيكون الاخ الصغير في نفس مدرسة كيم وبتقابل تاليه وبتسألها كيم عن تن ليه مجاش هو يوصل اخوه فبتقول لها تاليه انه مصحاب وهي اللي بتوصله فبتهددها كيم وبتطلب منها تبعد عن طريق تن لانها معجبة بيه وهيكون معها هي وبتقول لها تبعد عنه احسن ليها وبتسيبها وتمشي وبتروح تاليه على مدرستها وبيسألها كينج اللي تأخرت كده فبتقوله انها كانت بتوصل اخوتين الصغير وبعدها بيدخلوا الفصل وفي البريك بيعودوا الصحاب مع بعض وبيفكروا هيعملوا ايه بعدما يتخرجوا ويروحوا الجامعة بما انهم في اخر سنة وانهم اكيد مش هيعرفوا يشوفوا بعضه كل يوم زي ما هما متعودين وبعدها بيقوموا يلعبوا مع بعض وبعد فترة بيكونوا خلاص هيتخرجوا وبيتجمعوا في المدرسة وبيكتبوا ذكريات لبعض وبيودعوا المديرة بتاعتهم والمدرسين وبيقضوا وقت سوا وبيكونوا بيحتفلوا فبياخد تين تاليو وبيروحوا المكان اللي في الزرع بتاعها اللي بتسقيه وبيقول لها تودعهم هما كمان وبتقعد تكلمهم شوية وبعدها بتقول لتين ان الوقت عدى بسرعة كده وانه هيسافر علشان يروح يدرس في جامعة تانية وهيبعد خالص وبتقولوا انها تحاول تجيله وتكون معاه في نفس الجامعة اللي هيختارها علشان يفضلوا مع بعض دايما وبعدها بياخدها وبيروحوا ياكلوا ايس كريم وبيعودوا على البحيرة وبيقضوا وقت مع بعض وبيهزروا مع بعض وبعدها بيرجعوا على البيت وبتكون تاليو مبسوطة جدا انها قضت وقت مع تين وخرجوا سوا وتاني يوم بتروح لتيربو اخو تين وبتروح للمدرسة وبتتعرف على صحابه وكمان البنت اللي عجباه وبتقولوا انها عاوزها على جنب وبتديله كارت فيه وردة وبتقولوا ياخد البنت اللي معجب بها في حتة ويدديلها الكارت ده وهي اكيد هتحبه وتيربو بتعجبه الفكرة وبيشكرها وبيرجع يقعد مع صحابه تاني وبتمشي تاليو وبيحط لها تيربو الكارت في الكتاب والبنت بتاخد الكتاب والكارت بيقع منه وما بتاخدش بالها منه وما بتاخدوش وبتكون تاليو قعدة مستنياة برا علشان يجي يحكي لها وهي مستنياة بتلاقي تين واقف مع كيم وبياخدها وراع العجلة وبيمشو وبتتدايق تاليو وبعدها بيجي لها تيربو وهو زعلان وبيحكي لها اللي حصل وان صاحبته ما خدتش الكارت اللي حطه لها وبيكون زعلان وهي كمان فبتقولوا انها تعزموا على ايس كريم وبتاخدوا وبيروحوا يعودوا في الحديقة وبياكلوا الايس كريم وهم قعدين بيجي كينج وبيعودوا هو كمان معهم وبياكل معهم ايس كريم وبالليل بيكونوا قاعدين في البيت وبتقولهم تاليو انها تروح مع صحابها الجديد ومدرسة في قرية ريفية وما بتوفقش الام انها تروح لوحدها وبتقترح ان التان يروح معاها ولكنه ما بيكونش عايز يروح وبيدخل يتخانق مع مامته في المطبخ وبتضغط عليه يروح معاها لحد ما بيوافقه تاني يوم بيروحوا كلهم يجددوا المدرسة وبيكون معهم المدرس بتاعهم وبياخدهم بالعربية بتاعته وبيروحوا كلهم وبيوصلوا للقرية وبيبتدوا ينزلوا الحاجات من العربية وبيستعدوا للشغل وبياخدهم المدرس وبيعرفهم على صاحبه اللي عايش في القرية دي وقرر يعلم الناس اللي فيها وبيعود يرتاحوا شوية وبيطبخوا مع بعض علشان ياكلوا وبيعود ياكلوا مع بعض وبيقولهم صاحب المدرس عن اللي المفروض يعملوا في المدرسة اللي موجودة في القرية وهيبتدوا شغل في ايه وبعد الاكل بيدخلوا يناموا علشان يبدأوا شغل تاني يوم بنشاط وتاني يوم بيصحوا وبياخدهم المدرس وبيبتدوا شغل وبيكون كينجي خايف على تاليو وبيقولها تاخد بالها وبيسمعوا تانيو وبيبصوا لهم وبيكون غيران على تاليو من كينجي جدا وبيبتدوا كلهم في الشغل وبيبدأوا بانهم ينظفوا المكان ويشيلوا التراب وكل اللي في الارض وبيكون كينجي مسؤول عن الاكل وبيعمل لهم الوجبات وبتيجي تاليو تعود معا شوية ارتاح وبتناموا هي قاعدة وبيعود يهولها علشان الحر وبعد ما بيخلصوا تنظيف الارض بيبدأوا يجهزوا الدسكات ويدهنوها وبيدهنوا الحيطان وبيتكون تاليو ماضية معظم وقتها مع كينج وبيكون تين متدايق من ده وكل شوية يبص لهم وبين عليه انه متدايق جدا وفي يوم بيكونوا في المعسكر وبيروح كل صحاب تاليو للمدرسة وبتقولهم انها هتحضر الاكل وتحصلهم وبيكون معاها واحدة صحبتها لكنها بتكون اتقرصت من نحلة وتعبانة وبعد ما بيخلصوا الاكل بيمشوا في الغابة علشان يروحوا للمدرسة لباقي الناس وصحبتها بيكون التعب زاد عليها جدا وبيحسوا صحابه منهم اتأخروا فبيتكرروا انهم يروح يدوروا عليهم ليكونوا تاهوا في الغابة وبيفضل يدوروا ويندهوا عليهم لحد بالليل وبيكونوا مش لقينهم وصحب التاليو بتكون تعبت اكتر ومش قادرة تتحرك وبتقعد جنبها تاليو وبتفضل تعيط وتطلب المساعدة لحد ما بيلاقيهم تينو بيساعدهم وبيولع ناره علشان يشوف ويخلي بقى صحابهم يعرفوا مكانهم من الدخان وبيحاول يعالج صحبتهم اللغم عليها لحد ما تجيلهم المساعدة وبيجي شخص ما يعرفهوش عايش في المكان وبياخدهم مع الكوخ بتاعه وبيحاول يعالج صحبتهم مكان قرصة الدبور وبيخلي تينو وتاليو يساعدوه في تحضير الدوة من الاعشاب اللي موجودة في الغابة وبيكونوا صحابهم المدرس بتاعهم قلقانين عليهم هم التلاتة جدا وخايفين يكون حصل لهم حاجة وبنرجع لتاليو وتين وبيكونوا صهرانين جنب صحبتهم وبياخدوا بالهم منها لحد ما بتنام تاليو وهي قاعدة وبيسندها تين وتاني يوم بياخدوا البنت وبيرجعوا تاني للمعسكر بتاعهم وبتفرح صحبتهم اول ما بتشوفهم وبتقول لهم انها كانت قلقانة عليهم جدا وبتحضنهم وبيعودوا بعدها معاهم وبيحكولهم على اللي حصل وان واحدة فيهم تعبت وبيحكولهم على دكتور الاعشاب اللي علاجها والحقهم في الغابة بالليل وتاني يوم بعد ما بيكونوا كويسين بيعملوا افتتاح للمدرسة وبيجي كهن القرية علشان يعلن الافتتاح بتاع المدرسة بعد ما خلصت وجهزت وبالليل بيحتفلوا مع سكان القرية بالافتتاح وبيرقصوا وبياكلوا وبقضوا وقت حلو جدا مع بعض وبيتبستوا وتاني يوم بيشكرهم المدرس على مساعدتهم وحبهم وانهم قدروا يساعدوا يعمل اللي هو عايزه ونفسه فيه وبعدها بيودعهم صاحبه وبيركبوا العربية وبيكونوا في طريقهم لانهم يرجعوا للمدينة تاني وبيرجعوا للبيت وبيكونوا بيتغدوا وبتفتح الام موضوع الجامعة وبتسأل تين اي كلية يحب يروحها وبتقولوا ان يروح كلية اليابان علشان تقدر تالي وتروح معاه لانها بتعرف تتكلم اللغة دي لكن اخو بيشجعوا ان يروح الولايات المتحدة علشان يروح ناسا لكن الام مش بتوافق على الفكرة وبتقطعهم تالي وبتقول لهم انهم لازم يسمعوا رأي التاني الاول فبيقولهم انه حبيب يعيش لوحده الاول ويتعلم يعتمد على نفسه وبعدها يقرر هو هيدرس ايه وبتزعل الام لما بتعرف انه عايز يسيب البيت ويعيش لوحده لكن ابو بيشجعوا انه يعمل ده فعلا وبالليل بيقعد تاني يحضر شنطته علشان يسيب البيت ويمشي وبيعود اخوه معاه علشان يودعه لكنه بيغلبه النوم وبيعدله التين وبيحطه في السرير وبعدها بيطلع يتكلم مع تاليو وبيودعها وبتكون زعلانة وبتعيط وبيقول لها انه مش هيكون بعيد عنهم وتاني يوم الصبح بيوضع بابا واخوه وابو تاليو وامه وبيحط حكته في العربية وبيمشي وبتفضل تاليو كل يوم تكتب جواب ليه لكنها مش بتعرف تبعته له لانه ما بيكونش ايه لهم هو عايش فين علشان يعتمد على نفسه ويقول لهم مفتقدينه والبيت وحش من غيره وبتكون الوحيدة اللي عرف مكانه وهي كيم وبتكون عارف انه شغال في كافيه وبتروح له تطمن عليه من وقت للتاني وبتروح تقول لاخو الصغير انها عرف مكانه وما بتقولهش على مكانه وبيروح اخوه يقول لتاليو ان كيم الوحيدة اللي عرف مكانه وطمنته عليه فبتوح تاليو تعايت ان كيم عرف مكانه وهي لأ وبيجي صحابها وبيقول لهم فبيقول لها اخوه انه عنده خطة وانه هيكلم كيم ويقول لها ان مامتهم تعبانة ويمشوا وراها ويعرفوا مكانه وبعدها بيغيروا الخطة وبيكلم تيربو كيم وبيقول لها ان مامته عرفت مكان اخو وعاوزت بعت له حلويات ومش قادرة تروح فبيقول لها تيجي تاخدها تدهالو وفعلا بتيجي وبتاخد منه الحاجة وبيمشوا وراها وبيرأبوها وبتدخل الكافيه اللي فيه تين وبيفتكروها رايحة تاكل اي حاجة لكنها بتطلع بعد فترة سيارة من غير شنطة الحلويات فبيعرفوا ان تين جوا في الكافيه وبيدخلوا بعدها وبيعودوا يدوروا عليه وبيطلبوا مشاريب وبيجي تين هو اللي يقدم لهم المشاريب ولما بيشوفوا بيتخضوا من اللبس الغريب اللي لابسه ده ولما بيشوفهم بيخلع اللبس الغريب ده وبيخرج من الكافيه وبتروح وراء تاليو وبياخدها تين وبيروح يخرجها في حضيقة الحيوان وبيقضوا اليوم سوا وبعدها بيقفوا تحت شجرة وبيسألها تين لو عايزة تكون معاه في نفس الجامعة فبيقول له اه فبيقول لها انها لو عايزة تكون معاه في نفس الجامعة لازم تكتهد وتذاكر كويس في امتحان التقديم علشان تقدر تكون معاه وبيقول لها انه قرر انه يدرس الطب وبيشجعها انها تدرس التمريض لانها تكون شطر قوي فيه وبعدها بيقول لها ترجع البيت علشان تهتم بمذاكرتها وكفية الوقت اللي قضوه سوا وبتودعه وبتمشي وبترجع البيت وبتوع تزاكر زي ما وعدته وبيجي أخوه الصغير يسألها أخوه عامل إيه وبيتطمن عليه وبتقوله إن أخوه قرر يدرس الطب وهي قررت تدرس التمريض علشان يشتغلوا مع بعض على طول وتاني يوم بتصحى تاليو وبتنزل للأم وبتبلغها الأم إن تاليو كان هنا وفطر معها وقال لها إنه هيدرس الطب وجاب لتاليو فطار وسيب لها حاجات على الترابيزة وبتفتحها تاليو وبتلاقيه سيب لها ملخصات هو عملها لها علشان تساعدها في المذاكرة وبيكون كمان عمل لها جدول تمشي عليه في المذاكرة وبتبتدي إنها تمشي عليه كل يوم وبعدها بيروح للجامعة وبيعملوا في الجامعة تقوص الترحيب بالطلبة الجدات وبتكون كيم في الحفلة وبنعرف إنها دخل للطب مع تين ولكن تين ما بيحضرش الحفلة وبيتقابله تاني يوم وبتسأله عن السبب فبيقول لها إنها حاجة مش من اهتماماته وبعدها بيبتدوا أول محاضرة وبتكون تاليو بتذاكري علشان تروح له السنة اللي بعدها وبنرجع للجامعة وبيكون فيه ولد معجب بكم اسمه دان وبيحاول يتقرب لها وبيكون أكبر منها في الجامعة وبيخرجوا مع بعض وبيكون دمه خفيف وبيضحكها وبيقضوا وقت سوا وبيكون بيحب التصوير وبيصورها وبيعود يتكلموا سوا وهما بيأكلوا وبيقضوا اليوم سوا وبيكونوا مبسطين وبنروح للتالي وبتكون في الجامعة وبتقدم على كلية التمريض وبتملأ الاستمارة وبتجهز وراءها إنها تدخل الكلية وبعد ما بتخلص الطلب بتروح كلية الطب علشان تدور على تين وتقابله ولما بتدخل بتقابل كيم وبتقف تتكلم معاها وبتكلمها بطريقة وحشة لما بتعرف إنها سجلت في الجامعة هنا وهتكون معاهم بس كلية تانية وبيعدي تين وهم بيتكلموا وبتنادي تالي وعليه وبيشوفها لكن كيم بتشده وبتاخده وتمشي وبتتدايق تالي وبتروح تقعد على البحيرة وهي من دايقة من اللي حصل وبييجي كينجي يقعد معاها وبيسألها من دايقة من ايه وبيسألها لو راحت قدمت فبتقوله إنها راحت وشفت كيم مع تين وده اللي مضايقها وبتقعد تعيط وبيقول لها ما تعيطش وبيوسيها وبيعود معاها لحد ما تكون كويسة وبترجع البيت وبتقعد في قضتها وبتفضل تعيط لأنها مش عارفة تتنافس مع كيم ومش عارفة تكسب قلب تين وبتدخل عليها ممتو وبتوسيها وبتطلب منها تبطى العياط وبتطلب منها ترتاح وتنام وبعد ما بتنام بتسيبها وتخرج وبعدها بتكلم ابنها وبتطلب منه يجي في يوم يتغدى معاهم لأنه وحشها وهو بيقول لها إنه هيقرر أي يوم ويكلمها وتاني يوم بيجي كينجا علشان يطمن على تاليو وبيكون جايب لها الأكل اللي بتحبه وبتنزل تاليو وبتروح معاها هي وتربو لمحل باباها وبتقول للأم إنهم هيقضوا اليوم هناك وبعد ما بيمشوا بتكلم الأم تين وبتقول له إنه لازم يجي لها النهاردة ضروري وبيروح لها تين وبتاخده وبتروح معاها للمحل وبيعود يستنوا تاليو لحد ما تيجي هي وكينج وبتفضل تكلموا مامته عن تاليو وإنه لو بيحبها لازم يكلمها ويقول لها ويمشي وراء قلبه وما يكونش متكبر وبعدها بتوعى تاليو تجهز للكلية وتذاكر وبتدخل الامتحان وبتظهر نتيجة المقبولين في الجامعة ومش بتتقبل وبتزعل جدا فبيقول لها تيربو إنها ممكن تذاكر تاني وتقدم مرة تانية وبتروح قضتها وبتعد زعلانة وبيكلمها أبوها ويوسيها وبعدها بياخدها كينج وبيخرجوا وبيكون جايب لها بلونات كتير وبيشوفهم تين وهم سوا وبيغيروا وبيفتكر كلام مامته وبياخدها كينج لمحل باباها وبيعودوا مع صحابهم اللي بيكونوا مستنئينهم وبيعود يلعبوا ويرسموا على البلونات وبيقضوا اليوم سوا وبعدها بياخدها كينج وبيرجعها لبيت تاني وبيكونوا مبسوطين ولما بترجع بيكون تين مستنيها وبيقول لها انها لو كانت مشيت على جدوله كانت نجحت دلوقتي وبيلومها وبيتخنق معا كينج لانه بيكلمها بالطريقة دي وبتحوش بينهم تاليو وبتهدي كينج وبيمشي تين وبيسيبهم وبيودع كينج تاليو وبيهديها وبيمشي وبيكون تين مستنيه برا ولما بيشوفوا كينج بيضربوا وبيقولوا ما يعملهاش بالطريقة دي تاني لانه مش عارف هي تبت قد ايه وعملت كل حاجة علشان تنجح وبيعودوا يتخنقوا وبيضربوا بعض وبنرجع لتاليو واللي بتكون في وضتها وبتعايت من الكلام اللي قاله لها تين وبتكون متضايقة لانه مش مقدر انها تعبت جدا وتاني يوم بتصحى وبتكرر انها تذاكر تاني وتدخل الامتحان مرة تانية وتحاول تنجح وبتبتدي ترتب حاجتها وبتبتدي انها تذاكر من اول وجديد وبتكون بتعمل ده هي وصحبتها وبيكتهدوا علشان يعدوا الاختبار وبيعودوا سوا يتكلموا وبيحضر لهم كينج اكل يكلوه وبيجي معاد النتيجة وبيعودوا كلهم متوطرين وخايفين يفتحوا ولكن تاليو بتاخد اللابتوب وبتقول لهم انها تشوفها لوحدها وبتلاقي انها نجحت فعلا وخلاص هتقدر تدخل كلية التمريض وبيفرحوا صحابها وبابها جدا وبالليل بيحتفلوا بيها وبتجيب لها الام هدية علشان تفرحها وتاني يوم بتكون قاعدة مع بابها في المطعم وبيقول لها ان بيتهم خلاص تصلح وانه بيفكر انهم يرجعوا يعيشوا في تاني بدل ما هم عايشين في بيت تان فبتقولوا انها ما عندهاش مشكلة ولكن الامة اكيد هتزعل انها تسيبها لوحدها وبترجع البيت وبتقعد تلعب مع القطة وتفكر هتعمل ايه وبنروح لكم اللي بتكون اشتغلت مع تان في نفس المكان وبيكون بيعملها وحش فبتطلع برة تعيط وبيجي لها دان وبيقول لها لو خلصت شغل هو هيوصلها وبياخدها للحديقة وبيقعد معها وبتكون بتعيط وبيقعد يتكلم معها علشان تهدى شوية وبعدها بياخدها بعربية وبيوصلها للبيت وبتشكره كيم انه كان معها وما سبهاش وتاني يوم بيكون حفل استقبال الطلبة الجديدة للجمعة وبيكون منهم تالي واصحابها وبيقعد يلعبه وبيكون تين بيتفرج عليها من بعيد وبيضحك وبتقع وبتكون رجلها بتوجعها فبياخدها تين وبيقعدها وبيطمن على رجلها وبيسألها اذا كانت بتوجعها او لا وبيتأكد انها بقت كويسة فبيقولها انه هيستنها بعد الجمعة وبيسيبها ويمشي ومن بعد اليوم ده بتكون هي وتين مع بعض كل يوم وبيقضوا وقت كبير سوا وبيكونوا بيأكلوا سوا وبعدها بتروح تخلص محاضرتها وبترجع البيت فبتلاقي ان تين هناك وبتقول لها الام انه قرر انه خلاص هيفضل معهم في البيت ومش هيروح يعيش لوحده على حاجة وبتتبسط جدا تالي ولما بتعرف انه هيفضل معاهم وتاني يوم بيكونوا رايحين الجمعة وبيقول لها تين انه هيوصلها بالعربية معايا علشان ما تتأخرش وبتركم معايا علشان يوصلها وتالي وبتخلص محاضرتها بدري وبتكرر انها تدخل تحضر المحاضرة مع تين وبتقعد جنبه وبيكون المحاضر هو نفس الدكتور اللي عالق صاحبتهم في الغابة وبعد المحاضرة بيروحوا يسلموا عليه وبعدها بيروحوا هما اللي اتنين يعودوا في الحديقة سوا وبعدها بيرجعوا البيت وبيستغربوا ان البيت فاضي واول ما بيدخلوا بيلاقوا العيلة بتحتفل بعيد ميلادهم وبيقضوا اليوم مع بعض كلهم وبيفضلوا يلعبوا ويهزروا مع العيلة وبالليل بيجهزوا الترطة وبيحتفلوا بالعيد ميلاد وبيخلهم يطفوا الشامع وبيكونوا مبسوطين جدا وتاني يوم بيروحوا الجمعة وبتكون اول محاضرة عملي اللي تاليه وبيكونوا معها صاحبتها وبيكونوا مركزين جدا وبيكتبوا نوت من الكلام بتاع الدكتور اللي بيشرح لهم الحالة وبعد المحاضرة بيروحوا الكافتيريا وبيعود يأكلوا كلهم سوا وبيكون تين معاهم موكين بتكون متضايقة من وجود تاليو دايما ومتغزى منها لانها اخدت تين منها وتاني يوم بتروح تاليو مع صحابها لمطعم باباها وبيعودوا يأكلوا وبيقضوا وقت سوا وبيتكلموا مع بعض وبعد ما صحابها بيمشوا بتروح تعود مع ابوها وبيكون بيرسم صورة جديدة لمامتها بدل الصورة اللي اتحرقت وبيعودوا يتكلموا سوا مع بعض وبعدها بيروح لهم تين وابو وبيعودوا معاهم وبيتعاشوا سوا وبيتكلموا مع بعض وبعد ما بيعودوا مع بعض شوية بيمشوا وبترجع بعدهم تاليو علشان كانت عايزة تتمشى للبيت وتكون له وحدها وبيروح يوصل تين ابو بالعربية وبيكون متدايق فبيخرج يتمشى وبيقابل تاليو وبتكون زعلانة منه لانه قالها حاجة دائتها وهم قاعدين بيأكلوا وبتعدبوا وبيقول لها تين انها لازم تبعد عنه وتبطل تحبه لانهم لو فضلوا سوا مش هتكون سعيدة ولما بيقول لها كده بتعيط وبتسيبه وتمشي وبتروح تعيط في قضتها وتاني يوم بيصحى ومامته بتقوله يروح يصحي تاليو علشان تفتر وبيطلع القوضة وبيلاقي ان تاليو لمت حاجتها وبتستعد انها تمشي وترجع بيت باباها وبيلاقي جواب كانت كتباه ومكرمشاه وكانتها ترميه وبيقرأه وكانت بتقول فيه انها بتحبه ومش هتستسلم غير لما تخليه حبها فبيقعدتين زعلان على اللي قالوا ليها مبارح وبيتدايق من نفسه جدا وفي الوقت ده بتكون تاليو رحت لمطعم باباها وبتكون شغالة مع كينج وهي بتقدم للزباينة علشان تلهي نفسها وبعد ما الزحمة تخف والناس تمشي بتقعد هي وكينج يهزروا ويلعبوا مع بعض وبيكون تين وراهم وبيشوفهم وبيتدايق ولما بتشوفه تاليو بيقولها ان مامته كانت قلقان عليها علشان خرجت من غير ما تقولها وبيسيبها ويمشي وهو متدايق وبيليل بعد ما اليوم بيخلص في المطعم بيوصلها كينجي للبيت وبيتأسف لها ان وجوده بيخلي تيني تدايق وبتقوله تاليو ما يحملش هم وبتدخل البيت وتاني يوم بتروحوا المطعم تاني وبيكونوا صحابها موجودين وبيعودي يزينوا المطعم ويغيروا في شكله وبتخليوا صحابها يساعدوها وبيكونوا بيتكلموا وبيقضوا وقت سوا وبيكونوا بيجهزوا للاحتفال بالسنة الجديدة وبييجي تيني وبيدي الكنجي المشروبات للمكان وبيمشي على طول وبيكون متجاهل تاليو تماما وبتكون تاليو متضايقة من تجاهله ليها وبعد شوية بيجي دان وكيم وبعدهم بيجي ابو وام تين وعلى بالليل بيكون تجمع كل معارفهم ومقاعدين سوا ومبسوطين وبيتكلموا وبيشربوا وبيحتفلوا وفجأة بيجي تيني ومع بنت تانية وبيعرفها على ابوه وامه وأبو تاليو وأول ما بتشوفها تاليو بتتدايق جدا وبعدها بياخدها وبيعرفها على صحابه وعلى تاليو وبيعودوا كلهم على الصفرة علشان يكلوا وبعدها بتقوم كيم وتاليو وبياخدوا أخوه تيربو معاهم وبيسألوا من دي فبيقولهم إنها بنت صاحب أبوهم وإنها كانت حبيبتين من فترة فبتتعصب كيم وتاليو جدا لما بيعرفوا إنها كانت حبيبته زمان تاليو وهي بتعيط وبيقابلها كينجو وبيهديها وبيقول لها انه ماينفعش تبدأ سنة جديدة وهي بتعيط وبيعودي وسيها وبيحضنها وبيشوفهم تين وهم كده وبيروحوا بيعودي يفكر في العمل وانه زعلها وتاني يوم بتلم تاليو حاجتها وبتنقلهم برا البيت علشان ترجع بيت باباها وبعدها بتروح تقعد شوي على البحيرة وبعدها بتروح محل باباها وبتنظفه مكان الاحتفال وبيروح لها كينجو بيساعدها في التنظيف وبيعودي يهزر معها كالعادة وبعد ما بيخلصوا بياخدها كينجو وبيخرجوا يروحوا الحديقة يتمشوا وبيكلمها تاني انهم يكونوا مع بعض وبيحاول يقنعها انها توافق بما ان التن رجع لحبيبته القديمة فممكن هما يكونوا مع بعض وبتروح تاليو البيت وبتعود تفكر في كلامه وتاني يوم بتكون نزلة الجمعة وبتسألها الام هتنقل بيت باباها امتى فبتقول لها كمان يومين فبتعيط الام انها هتسيبها وتمشي وبتتأسف لها على موضوح حبيب التن وانها كانت عاوزها هي تكون مع تن لكن للأسف ما نفعش وبتقول لها التاليو انها هتكون كويسة وبتروح الجمعة بعدها وبعد ما بتخلص بتلاقي البنت مستنية تن وبتشوفه هو خارج لها وبتدائق جدا وهو بيشوفها وبيركب مع حبيبته وبيمشي وبعدها بتروح مطعم باباها وبتتكلم مع كينج وبتقوله انها موافقة انهم يكونوا مع بعض وبيفرح جدا انها اخيرا وافقت على ده وبيقضوا وقت حلو سوا وبيفضل كينج يعمل لها مفاجآت ويفرحها وبيحتفل بعيد ميلادها بطريقة حلوة وبتكون مبسوطة جدا وبترجع البيت بعدها وبتروح لتان وبتديله هدية لعيد ميلاده لانهم مولدين في نفس اليوم وبتكون هي اللي عملها بأيديها ومش بيرضى ياخدها فبتسيبها له على الارض وبتتمنى له السعادة وتمشي وتاني يوم بيروح تني الجمعة وبتكلمه كيم وبتصرحوا انها بتحبه وبتسأله وبيفكر فيها ازاي فبيعتذر لها وبيقولها انهم صحاب وانه بيحبها كصديقة وبيعتذر لها مرة تانية وبيروح للتالي واللي بتكون مستنية كينج يطلع من اختبارات الطبخ وبيخرج وبيقولها انه نجح وبتفرح جدا وبتحتفل به انه بقى طباخ وتاني يوم بيروح لكين في الجمعة واللي بيكون دان سايب لها كل صورها اللي كانوا فيها مع بعض مع واحد صاحبه وبتعرف انه بيحبها جدا وبيروح كينج لتاليو وبيقولها انه خلاص هيفتح مطعمه وانه بيجهز له وبتفرح جدا بالخبر ده وبتكون متحمسة له جدا وبيشوفه متين وبيحس انها مبسوطة من غيره وبيكون مكتئب انه خسرها وتاني يوم بيروح كينج لابه تاليو وبيطلب منه انه يتجاوزها وبيتصدم الاب من طلبه ده وبيعودوا يتكلموا وبيقوله انه هيسألها عن رأيها وبتصحى تاليو وبيقولها كينج انه هيخدها يفسحها وبيتوتر جدا وبيروح يجب لها فشاره بالصدفة وهي قاعدة بتشوف تين مع حبيبته وبتتدايق وبينزل يكلمها فبتسيبه تمشي وبيرجع لها كينج وبيحط لها الخاتم في الفشار وبيطلب منها الجواز وبتوافق علشان تغيث تين لما بيكون معدي من جنبهم وبترجع البيت وبيروح ابوها يتكلم معها وبيسألها ازا هي فعلا متأكدة من قرارها ده وانها فعلا هتتجاوزه فبتقوله انه مناسبين لبعض وبيطلب منها انها تفكر تاني وبيسيبها ويخرج وبيروح تاني يوم والاب يتكلم مع ابو وام تاليو وبيكونوا بيحاولوا انهم يخلوها ترفض الجواز علشان تين لكن الابو بيقول لهم انها لسه لبسة الخاتم لحد دلوقتي وما رجعتش في قرارها وبيكونوا مدايقين جدا وبتكون تاليو في الكلية واعدة مع صحبتها وبتطلب منها صحبتها انها تفكر كويس وتمشي وراء قلبها وان ما ينفعش تكون بتحب شخص وتتجوز واحد تاني وتاني يوم بيكون تين بيفطر مع عيلته وبيقول اخوه قدامه ان تاليو هتتجوز كينج وبيتدايق وبيسيب الاكل وبيقوم وبتزعى الام لاخوه لانه تكلم قدامه وبياخد تين عجلته وبيمشي وبيكون متعصب جدا وبيفتكر كلام كينج ليه فانه هيكسبه وهاياخد تاليو وبيكون سايق بسرعة جدا فبيقع على الارض وايده بتتصاب وبيروح للمستشفى وبتروح له حبيبته وتطمن عليه وهم خارجين بيرفض يركم معاها وبيعتذر لها انه مش هيقدر يكون معاها وبيشكرها على مساعدتها ليه وبيمشي لوحده وبيروح بسرعة يدور على تاليو وبتكون تاليو عند كينج في مطعمه الجديد وبيروح لها تين وبيشوفهم هما مع بعض فبيقعد على الرصيف وبيكون مش عارف يعمل ايه وبتكون تاليو جوه مع كينج وبتقوله انها بتحبه ولكن كصحاب بس وبتديله خاتم الخطوبة وبتتأسف له وبتخرج وهي خارجة بتشوف تين قاعد على الرصيف ومتدايق وبتسأله هو ليه هنا فبيقولها انه كان بيدور عليها علشان يصريحها بمشاعره ومش عارف هل الوقت فات ولا لأ وبيقولها انه بيحبها قوي وبيطلب منها انها تديله فرصة واحدة بس ولكنها بترفض وبتسيبه وتمشي وتاني يوم بيروح لكينج وبيقوله انه بيحسده انه دايما مع تاليو وبيخليها مبسوطة وبيديله صورة لهم هدية فبيضربوا كينج وبيقوله انه رغم انه عمل كل ده هي اختارته هو في الاخر واسابته وبيطلب منه يخرج برا ولما بيسمع كده تين بيجري بسرعة علشان يروح لتاليو وبيروح لها وبيدي لها جواب وبيترجاها انها تكرأه وبيكون كاتبه لها من ايام ما كان صغير وانه كان بيحبها من زمان وبتاخده تاليو وبتكرأه وبيكون بيطلب منها انها تتجاوزه وبعد ما بتكرأ الجواب بيفكرها بذكرياتهم وهم صغيرين وبيقولها انه بيحبها جدا وعايز يكون معاها دايما وبعدها بيروحوا لعيلته وبيقولهم انهم عايزين يتجاوزوا وبعدها بيتشيك وبيرجع شعره اسود وبيروح لابه تاليو وبيتأسف له على كل المرات اللي زعل فيها تاليو وبيطلب منه يسمحه وبعدها بيطلب منه انه يتجاوز تاليو وبيقوله الاب انه هيناقش الموضوع ده مع ابو الاول وبعدها بياخد تين تاليو لبيته وبيكون هناك حبيوته القديمة وبتكون مستنيا وبتسيبهم تاليو ويتكلموا وبتدخل جوه وبيقولها تين انه اختار يكون مع تاليو وبيتأسف لها وبتمشي وبعد مدة بيكون فرح تين وتاليو وبيكونوا مبسوطين جدا وبيكونوا اخيرا مع بعض وبكده بيكون خلص المسلسل سلام